فبالتالي حقهم مشروع هو اعتقد تفاهم كتسيد مدام هو تفاهم من موضع زي كده ده حق مشروع هو مدام الرولز قالت كده من الاول واتحاد الكورة باعت من الاول حاجة زي كده مفيش مشكلة خالص لكن احنا كفريق ما بيهم منهش يعني وجودنا في ملعب ايه ملعب ايه احنا هدفنا هو الفوز هي دي الفكرة نفسها ولكن ممكن كان وجهة نازكة تسيد ان تبقى اولى المباراة للعب النادي الاهلي في السلق قهرة يبقى من خلال مباراة الكأس امام تليفونات بنصيف ولكن وضع عادي وعدا ما فيش اي مشكلة خالص يعني اخواتنا في الاداريين او الادارة في تليفونات بنصيف وضحت الامر في شكل كبير عن طريق كابتن احمد سعد يعني المهندس محمود طاهر يعني بخصوص السرق الاهلي اللي كل المصريين وكل الاهلوية بشكل عام بقى بشكل خاص بقى منتظرين المشروع الضخم ده المشروع ده مهم جدا بالنسبة لنا هتنقلك نقلة تانية في حتة الجماهير في حتة الدخولهم في حتة اللي احنا شايفين قاعدة البيانات اللي احنا عملناها لجمهورنا واللي ان شاء الله تزداد اكتر بوجود الاستاد ده ازاي بقى الفترة الجاية هنخش فيه ان شاء الله المهندس محمود طاهر بيوقد مؤتمر صحفي يوم 20-21 نوفمبر للإعلان عن الخطوات الفعالية لبدء تنفيذ استاد الاهلي الحلم الذي طالما حلمت بيه جماهير القلعة الحمراء يمكن كل التفاصيل الخاصة بيه الاستاد والارض مكانها هتبقى فيهن والشركات اللي ممكن تبقى موجودة وقدمت العطاءات بالنسبة ليه بناء الاستاد هتبقى موجودة في المؤتمر الصحفي اللي هيعقده للمهندس محمود طاهر يوم 21 او 21 ان شاء الله الشهر الجاي طبعا حاجة هتبقى مميزة احنا بنشوف في دول اوروبا والاندية الاوروبية سواء بعض صغيرة او كبيرة كل فرقة ليها استاد خاص بيها مش معقولة احنا طبعا بقالنا فترة طويلة احنا بنقول لستاد القيارة هو استادنا او الملعب بتاعنا لكن النادي الاهلي اللي حق في يوم ايوم نبقى ليه استاد وده مشروع كبير اعتقد انها ده حلم زي ما احنا بنتكلم فيه نشوف الاورسنال عنده الاستاد بتاع وشوف كشلسي عنده الاستاد بتاع وليفربول عنده الاستاد بتاع كل الاندية في حد ذات عندها الاستادات بتاع في نفس الوقت بتزود عامل مهم جدا عامل الدخل بالنسبة للتذاكر الموجودة من خلال طبعا جماهيرهم اللي بتخش ده اعتقد بتبقى حاجة مميزة جدا حاجات كتير او ممكن نستفاد منها من خلال الاستاد ده سواء بقى الشوبس الموجودة المحلات اللي هتبقى موجودة داخل الاستاد وكل التفاصيل الخاصة والبسيطة اللي هتبقى ممكن داخل الاستاد ده تبقى زي ما نقول فتحة خير كده وحتة التسويق الرياضي بتتفتح بشكل كبير في استاد زي كده زي ما شوفنا استاد الارسن ده متسمى باستاد تاني غير الارسن لو اسم النادي يعني ده استفاد منه نادي الارسن بشكل كبير بمبلغ مالي كبير في شكل الرياضي والتسويق الرياضي بشكل عام زي ما كنا ما كنا بنتكلم لواشين شمس نتكلم على مواجهة تلفونات بنسويف والملعب الخاص بهذه المباراة ايضا الاهلي بيصرف النظر عن شكوى بكاري جسامة وخلاص النادي الاهلي وردوا ان ما فيش جدوى من الشكوى دي خلاص الاتحاد افريقيا عارف ايه اللي حصل في هذه المباراة فبالتالي ما فيش جدوى لهذه الشكوى كابتن ايوب يعني بعض الامور وبعض الموقع والخاصة طبعا برياضة والتواصل الاجتماعي عن اللعب ابراهيم العلمة اللعب الحارس مرمى السوري ان هو الاهلي داخل في مفاوضات معه كابتن ايوب بينفي هذه المعلومة او بينفي هذه الشعاعات اللي موجودة بدخول اللعب في مفاوضات او النادي في مفاوضات مع حارس المرمى ابراهيم العلمة ايضا النادي الاهلي بيواصل تدريباته زي ما احنا شايفين بعد الرجوع ما كانش فيه اجازة خالص غير المجموعة اللعبين اللي هما انضموا المنتخب مصر ست لعبين اللي هما شريف اكرامي عبدالله السعيد مؤمن صالح يعني طبعا صالح مصاب المجموعة كلها اللي كانوا موجودين مع النادي الاهلي المنضمين لمنتخب ريحه وانضموا للمنتخب المصري سارح وفيزة اطمئن على كابتن حسام البدري وعلى بنته واكيد طبعا كابتن حسام يرجع بالسلامة وكون بنته في احسن حال بأمر اللو ده احنا بنقدر له طبعا كل التأدير والاحترام كابتن حسام البدري اثناء الظروف او الموقف اللي فات بالنهاية افريقيا في نفس الوقت بنته في حال التعب الحمد لله على السلامة وان شاء الله تبقى في احسن حال سفوف المنتخب تكتمل اليوم يعني اعتقد المباراة القادمة امام غاناية تحصيل حاصل لكن مهم جدا ان انت تأدي مباراة جيدة مباراة تبقى في احسن حال وبتجرب بعض اللعبين اللي انت ممكن تكون ضمتهم واحد زي عمر مرعي ومكان انت كنت محتاج تجرب فيه لاعب مميز زي عمر مرعي هنشوف ان شاء الله الامور اللي جاية تبقى عاملة زي اضا لعب زي شكبالة يعني اعتقد ان برضو محتاج انك تشوف شكبالة في وضع مختلف في الفترة اللي جاية ايضا اكرامي كان عنده بعض الشكوى كده من السمانة ولكن وجوده مع المنتخب وهيشارك بشكل طبيعي مع متخبنا الوطني كل الناس كانت بتتكلم على تي شيرت المنتخب اللي هنشوفه ان شاء الله في كاس العالم وفيه بعض الاعتراضات الخاصة بالتصميم للتي شيرت المهندسي قبل هيطة بتتكلم ان الاتحاد الكرة لا يملك الاعتراض على تصميم المنتخب يعني بصراحة خلينا نتكلم فيه حتة ان انت وانت رايح كاس العالم فيه نقطة مهمة جدا انت التي شيرت ده بيعبر عن شكلك وعن الروح بتاعتك المصرية فيمكن والله فيه بعض الناس كانوا على السوشال ميديا كده عملوا تي شيرت فيه كلام فرعوني ورسم فرعوني بشكل معين كده ده فعلا كان اعتقد ان يبقى مميز جدا اللي احنا عملناه لكن العقد ما بيبرمش حاجة زي كده ان يبقى فيه اعتراض على الزي الرسمي اللي هيكون فيه مع منتخبنا ان شاء الله في كأس العالم احنا استلمنا الزي ده او الشكل ده في ابريل الماضي فبالتالي مفيش مشكلة امامنا على شاشة ده الزي الرسمي اللي هيكون فيه كأس العالم بروسيا 2018 لمنتخبنا الوطني يعني هو مش وحش بس الروح انا بكلمكو على روح بياخد بيها منتخبنا الوطني بتشيرت معين فيه بعض الناس اتكلموا او شافوا ان الممكن بتشيرت ده ما يعبرش على روح منتخبنا الوطني فرسموا او صمموا تصميم كده معين فيه الشكل الفرعوني الخاص بمنتخبنا الوطني انا شفت ان هو جميل جدا وشكله زريف لكن طبعا يعني الشركة الخاصة طبعا بتصميم او اللي بتلبس منتخبنا الوطني هي خلاص اقارت بهذا الزي ممكن خلينا اقول لكم انتخبات اللي لسه ما ما صعدتش او اللي احنا في انتظارنا تصعد لكاس العالم عندنا مباراة صعبة جدا في التصفيات الخاصة او المباراة الجولة الاخيرة في التصفيات الخاصة لكاس العالم 2018 روسيا 2018 يعني فيه مباراة فيه مباراة زامبيا والكاميرو طبعا نجيريا هي اللي صعدت من هذين مجموعة ايضا الجابون ومالي ساحل العاج والمغرب ومباراة مهمة جدا المغرب طبعا بتلعب في كودفور ومباراة صعبة يكفيها التعادل او الفوز في هذه المباراة فبالتالي كل التوفيق للمنتخب المغربي المنتخب العربي الشقيق نتمنى له كل التوفيق ايضا تونس وليبيا ايضا تونس في انتظار الفوز على ليبيا فبالتالي كل التوفيق ايضا للمنتخب التونسي في هذه المباراة ومباراة جمهورية الكونغو وغينيا دي المباراة او المنتخبين اللي احنا في انتظار ان شاء الله انهم يصعدوا الكاس العالم هو المغرب وتونس كل التوفيق اليوم كمنتخبات عربية إن شاء الله تشارك مع منتخبنا الوطني في كأس العالم 2018 خلينا أروح لفاصل وأستقبل بقى اتنين ديوف من ديوف الجمال بالنسبة لنا طبعا واحد ممائز جدا أنتم بتشوفوه دايما باستمرار في قناة الأهلي ودايما مع فريقنا بيتابع معهم لحظة بلحظة وبينقلنا الصورة لحظة بلحظة وكان موجود في المغرب هنشوف الأجواء كانت في المغرب عاملة ازاي من خلال تواجدهم مع الفريق وأيضا الناقد الرياضي جميل أيضا هيكلم معنا أيضا على كواليس كتير جدا ممكن تبقى خطيرة في وقت من الأوقات ولكن خليني أروح لفاصل وأرجع أستقبلهم وهو الأساميهم بعد الفاصل